اشتركوا في القناة في المعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشر الأخبار والبداية بالعناوين رحيل الأميد الصحافة السودانية الأستاذ محجوب محمد صالح في القاهرة سبع كتل وقوى سياسية تتوافق على رؤية لوقف الحرب ووفد من تقدم يلتقي ومساعدة وزير الخارية الأمريكية بأديس أبابا الحركة الشعبية تسيطر على منطقة حبيلة بجنوب كردوفان وانخفاط وطيرة المعارك في أوندرمان مشروع قرار أمريكي اتهم الدعم السري بارتكاب بادة جماعية واستمرار انقطاع الاتصالات في الخرطوم وأجزاء واسعة من دارفور وكردوفان تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديمها محمد سليمان فقدت الصحافة السودانية ظهيرة الثلاثة 13 فبراير 2024 بالقاهرة الأستاذ محجوب محمد صالح الصحف السوداني الكبير والذي يعده الكثيرون عميدا للصحافة السودانية ولد الأستاذ محجوب محمد صالح في 12 أبريل 1928 في مدينة الخرطوم بحري حيث تلقى فيها مراحل تعليمه الأولية والمتوسطة والتحق بكلية الخرطوم الجامعية في عام 1947 وكان يشغل منصب سكرتيري اتحاد الطلاب وقتها بدأت مسيرة الفقيد العملية بالالتحاق بصحيفة السوداني ستار الناطقة باللغة الإنجليزية في العام 1949 وأمل أيضا لفترة وجيزة بصحيفة السودان الجديد قبل أن يؤسس مع زميليه بشير محمد سعيد ومحجيب عثمان صحيفة الأيام التي صدر أول عدادها في الثالث من أكتوبر من العام 1953 وأشغل الأستاذ محجوب منصب مدير تحريرها أوان صدورها ألا رحم الله الفقيد محجوب محمد صالح بقتل ما قدم للصحافة السودانية وللوطن إن لله وإن إليه راجعون قدم عضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الديمغراطيين والجمهوريين مشروع قرار يتهم قوات الدعم السري بارتكاب إبادة جماعية ومن المرجحة يصبح هذا القرار قانونا بعد إقراره ويشدد القرار الذي سيطرح في المجلس الثلاثة على الحاجة إلى اتقاذ خطوات تضمن تخفيف معاناة المدنيين كما يتضمن دعوة إلى زيادة تنويل غرف الطوارب السودان التي تشهد نقصا حادا في الموارد رغم تزايد اعتراف المجتمع الدولي بأهمية عملها أكد مواطنون لراديو دبانغا سيطرت الحركة الشعبية قيادة الحلو على مدينة حبيلة بولاة جنوب كردوفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السري استمرت يومي الجمعة والسبت وقال مواطن فر من المدينة لراديو دبانغا أن الحركة الشعبية سيطرت بصورة كاملة على رئاسة اللواء 54 بحبيلة بجانب سيطرتها على مداخل ومحارج المدينة وأشارت إلى انسحاب قوات الدعم السري إلى مقر قيادتها في مدينة الدبيبات وأكد سقوط قتلى وجرح جراء المعارك لم يتسنى حصرهم من جانبها أفادت نصوفة تتبع النزوح التي تتبع لمنظمة الحيرة الدولية بنزوح 43 أسرة من قرية قردود أبو الضاكر إلى قرية السماسي بمحلية حبيلة بولاة جنوب كردوفان جراء المعارك بين الجيش والدعم السري اختتمت سبع قتل وقوة سياسية ومدنية جلسات تشاورية في جبا يوم الاثنين مؤكدة ضرورة وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل كما التقد برئيس جنوب السودان سلفا كيرميار ديت ونشرت الكتل والقوة السياسية التي تضم الكتلة الديمقراطية والحراك الوطني والحركة الشعبية قيادة أغار رؤية لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي ودعت الرؤية للتوصل إلى وقف إطلاق نهر طويل الأمد لإجراء مشاورات تمهيدية واسعة حول إدارة الفترة الانتقالية وتحية الأجوال لحوار السودان السوداني وصولا لتحقيق السلام وقال مؤتز الفحل القياد في الكتلة الديمقراطية هو الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل لراديو دابانغا إنهم سيطرهون رؤيتهم للجيش والدعم السريع والقوى المدنية الأخرى وصولا للتوافق وعضى في هذا الخصوص تفقنا على آلية مصغرة من هذه المقونات هي المقولة التواصل لكي يكون فيه بروسيسورية وكذا مع كل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والموجودين أصحابا عندهم علاقة بأطراف الصراع على أساس أنه نحاول نعمل خطوة متقدمة لكيفية الوقف الحرب وبشان اجتماع قيادات الكتل مع رئيس جنوب السودان سلفا كيرميار ديت قال ممتزل فحل لراديو دبانغا إن سلفا كير أعرب عن هذنه وأسفه لما يجري في السودان وأكد هرصه على التوصل لخطوات عملية ودعت جميل القبول بالآخر وشدت على أن جنوب السودان ستعمل بالتعاون مع الدول الأخرى على الإسحام في وقف الحرب وإصطافت جميع الوفود للتوصل للتوافق وقال إن قيادات الكتل أكدت خلال اجتماع هرصها لوقف الحرب والوصول لسلام وقال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن اللقابيس الفا كير تناول خارط الطريق للحل الذي يجعل الحوار الوطني مدخلا لتأسيس دولة المؤسسات وأضاف في هذا الخصوص الرئيس الفاكير كان حريص وإنه هو حزين لما يحدث في السودان وإنه هو كجزء من أبناء السودان الواحد المؤحد يحس بألم وحسرة كبيرة للحاصل في البلد ونحن حريصين إنه هو حريص يكون في خطوات عملية وطلب من الجميع إنه يكون على مستوى المسؤولية التقى وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم صباح الثلاثة بالعاصمة الأثوبية أديس أوبا مع مساعدة وزير الخارجي الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في وقالت التنسيقية في بيان أن اللقاء تناول التطورات العامة للأوضاف السودان ومساعي وجهود إنحاء الحرب وتحقيق السلام وانطرق اللقاء لرؤية التقدم الخاصة بإنحاء الحرب وتحقيق سلام دائم وانتقال مدني ديمقراطي مستدام كما تطرق اللقاء لأمل تنسيقية التقدم وخططها القادمة حتى نيقاد مؤتمرها التأسيسي المقرر لنيقاده في المواقع الزمنية المحددة انخفضت وطيرة المعارك بين الجيش والدعم السري يوم الثلاثة مع معارك عنيفة يوم الثلاثين وواصلت القوات المسلحة الثلاثة قصفها المدفعي للتجمعات ومواقع الدعم السري بمدينتي أم درمان وبحري وكان الجيش السوداني نفى ما أعلنه قائد الدعم السري بتحقيق انتصارات في بابا نوسا وم درمان وأعلن التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السري على مجمع السجل المدني القريب من مقر سلاح المهندسين جنوب أم درمان وهو الهجوم الأول للدعم السري منذ بداية العملية البرية للجيش السوداني نحاية ديسمبر الماضي تواصل انقطاع الاتصالات والأنترنيت عن العاصم الخرطوم لليوم السابع للتوالي فيما عادت شبكة السوداني إلى عدد من الولايات منذ يوم الاثنين وعادت الشبكة جزئيا بصورة متزبزبة إلى الفاشر ومناطق أخرى شمال دارفور والجينينة بغرب دارفور فيما تواصل انقطاعها من أجزاء واسعة من دارفور وكردفان وأضاف مواطن من قرب كردفان في هذا الخصوص من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتي للمحندس مجد محمد أبض الله طاها أن عود الشبكة السوداني لعمل تدريجيا في كل السودان وقال الرئيس التنفيذي في بث مباشر أن الشركة أنشأت مقسما جديدا في بورسودان مكنها من إعادة الخدمة وأوضح أنها كانت لديها خطة مسبقة أعدتها إدارة المخاطر لإنشاء مقسم جديد وكان يتم تعجيلها باستمرار وأضاف أنهم بدأوا في استيراد الأجزاء الجديدة بمواردهم الزاتية وقال أن الشركة لديها ثلاثة مقسمات في بحري والخرطوم وسط وجنوب بالغرب من حديقة القرشي وفقدوا من أيام الحرب مقسمي بحري والخرطوم والخرطوم وسط وتبقى مقسم القرطوم جنوب فقط وأضاف في هذا الخصوص بدأنا طوالي في استيراد الأجهزة لمقسمة الجديدة واشترنا قرش سودان أنه تكون الموقع الجديد وبدأنا في الاستيراد وكان الأكلان أنه تقوم المقسم الجديد نص أربعة تقريبا لكن مع ظروف الحرب والحياة السجدة حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس من مخاطر تفاقم الأذمة الإنسانية في السودان وأدعت إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السري وشددت السفيرة الأمريكية على ضرورة جلوس البرحان وهميتي على طاولة المفاوضات بمشاركة مدنيين وأكدت السفيرة توماس على التزام الولايات المتحدة بدعم هكومة مدنية في السودان وأشارت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بعض الأطراف المتحاربة في السودان لكنها أضافت أن العقوبات ليست كافية وقالت السفيرة توماس أن الحل الوحيد للأزمة في السودان هو حل سياسي وليس عسكريا كما يظن الطرفان المتحاربان شكاء مواطنون في ولاية غرب كردفان من أذمة حادة في السيولة أدت لإعتمادهم على التحويلات البنكية وأكد مواطنون من منطقة أمجاق بمحلية الأوضية لراديو دابنكا أن جميع السلع متوفرة في السوق مع الاتفاعل العسعار وأشار إلى فرض التجار أمول تصل إلى 4% لتسليم الكاش مقابل التحويل عبر تطبيق التحويل الفوري بنكك ونبه إلى تفاقم معاناتهم بسبب استمرار لانقطاع الإنترنت وتشهد إدارية أمجاق التابعة لمحلية الأوضية بولاية غرب كردفان استقرارا كبيرا ووفرة في السلع العساسية مع ازدحام كبير بالأسواق وذلك بعد النزوح الكبير لمواطنين مدينة بابا نوسا نحو إدارية أمجاق وأضاف في هذا الخصوص الأقبار كبير شريط يعني الآن في ازدحام كبير جدا للباع والمشتريين المنطقة مليانة اللي أبعد حد من جهة أخرى شكل نازحون من بابا نوسا إلى منطقة أمجاق أبر راديو دابانجا من منعهم من الوصول إلى منازلهم في بابا نوسا بواسطة جنود من الدعم السريء وأشاروا إلى استمرار الاشتباكات المتقطعة بين الجيش والدعم السريء في بابا نوسا وقال أحد المتطوعين لراديو دابانجا أن عدد النازحين من بابا نوسا إلى منطقة أمجاق ارتفع إلى سبع آلاف يتوزعون على سبع مراكز إيواء ومدرسة ومستوصف ومقر الإدارية والشرطة وأضاف في هذا الخصوص مراكز لراديو نحو نحو خمسة خمسة ستة مركز يعني في المدارس أربعة كده كلها مقتزم بإضافة للمستوصف المستوصف جزء منه كده فيه ناس برضو مبنى الإدارية فيه ناس كمان الشرطة آخر إحصائية تقديرهم بين سبع آلاف نحو سبع آلاف نازح ده آخر إحصائية أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الثلاثة إنشاء المرصد الأفريقي لحقوق الإنسان لصون كرامة الإنسان وضمان حقوقه الرياضة السودانين كامتداد أكثر تطورا وتوسعا لتجربة اللجنة في الرصد والتوثيق والمبادرة في ابتدار التشريعات ويهدف المركز لرصد وتوسيق أوضاع حقوق الإنسان في السودان ورصد التشريعات التي أقرتها وتقرها المجالس التشريعية القومية والمحلية بجانب متابعة موقف التصديق على الاتفاقيات الدولية المعانية بقضايا حقوق الإنسان وتقديم البيانات الإحصائية ومحاولة تقييم العايد من جراء التصديق على هذه الاتفاقيات الدولية الخبر الأخير في النشرة أعلنت شبكة الصحافيين السودانيين أن إدانتها لموصفته بالانتحاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بقطع خدمات الاتصال والأنترنت وأزل الشعب السوداني أن العالم الخارجي كما أدانت نساء ضد الحرب قطع خدمات الاتصالات عن البلاد وإطبرته انتحاكا للحق الإنساني وإطبرت الشبكة في بيان إن قطع قدمة الاتصالات جريمة يؤاقب عليها القانون الدولي إذ إنها تمثل تحديدا خطيرا لحياة الناس بالتأثير على معاشهم من خلال وقف حركة التحويلات المالية أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير